عايز ابدأ معاك باللي انا كنت بتكلم فيه وانت عيشت القصة دي سواء مع احمد سيد سيزو اللي استبعد طبعا وجود ازمة في عقده الشاب من شرقي اللي مدخل النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي ما بين اه يعني فيه خلاف فيه مؤيد فيه معارض برضو يعني فيه ناس شايف ان هو مش عايزين نكرر موضوع الكهرباء فشايف الازمتين دول ازاي طبعا في البداية يعني وببساطة يمكن زي ما انت قلت في المقدمة يعني انا عيشت الاجواء دي فانا مجربها بالنسبة لعحمد سيد سيزو طبعا لعيب كبير ولعيب مؤسر في نتزة مالك او في منتخب مصر لكن الراجل يمكن انا قبل ما ادخل على الهواء شفتك وانت بتتكلم الراجل جدد بناء على الوعود اللي خدها من الادارة السابقية طبعا اليوم كل الاحترام بس هو لعيب كرة في الاول وفي الاخر بيقام من مستقبله فهو ما مضاش الا لما خد وعد فطالما خد وعد خلاص بس انا مع حتة اللي انا طالما خدت وعد دلوقتي الكرة ما فيهاش بالبق انت دلوقتي المفروض كان يتوسك او كان لازم يتكتل ما هو ده موجود في عقده طب خلاص طالما موجود في عقده ما هو العقد شريعة المتعقيد طالما موجود في عقده بقى هيتنفذ فهو ما اصد ايه فهو الراجل بيطالب بحقه او بالاتفاق ايا كان بقى ما احترامي سواء للإدارة دي او للإدارة دي هو اللي عيب بصص لفلوسه او لاتفاقه وطالما زي ما انت بتقول يا اسلام موجود في العقد يبقى خلاص هو من حقه بغض النظر بقى انا عملتلك العقد او اللي قبل يعملك العقد اللعب ملوش دعوة هو اللعب بيتعامل مع كيان مش مع اشخاص هو كان عنده مفاوضات مع الناد الاهلي ومفاوضات يعني الود مش يعني الود دي انا ما بقللش منه هو لعب ونجم كبير بس يعني هو الولد مش بيدعي ده لكن بناءا على كلام المسؤولين السابقين وبناءا على البند ده اللي هو بند الاعلانات ب7 مليون جنيه وقع معنات زمان ما ده اللي انا اقصده بغض النظر بقى في مفاوضات مع الاهلي او لا انت دلوقتي خلاص امر واقع كلام ده كان قبل كده وانت لسه داخل على التجديد لكن انا بتكلم اللي انت خلاص الصفحة اتقفلت بمجرد اللي انت مضيت او مسكت الالم طالما مضيت ومسكت الالم انا ليه عقد ماشي عليه طالما العقد مكتوب فيه كذا يبقى كذا هو اللي هيتنفس ده اللي انا عرفه فاهم اصد ايه انت بقى تفاوتت او ما تفاوتش ده حاجات قديمة لكن هو الراجل بيتكلم اللي ده حقه وده اللي مكتوب في العقد فدلوقتي الادارة الحالية هي اللي بتتكلم اللي لا احنا مش احنا اللي عاملين يعني البند ده فهو الولد مروس زم طيب زيزو لو ماشي من زمالك الزمالك يتأثر اكيد طبعا زيزو ماشي بشكل كويس ومؤثر جدا في نات زمالك ومؤثر في منتخب مصر لكن لو هنتكلم على الزمالك لا هو من ناحية مؤثر لا هو مؤثر طبعا ايا كان بقى يروح فين يعني ايا كان يروح فين لكن هو هيأثر معنى الزمالك يأثر معنى الزمالك وانا من وجهة نظري اللي الزمالك طالما يعني هم ليهم كل الاحترام بس طالما اللي درس سابقة عامل البند ده يبقى طبيعي اللي هو يتنفذ عشان انت بتحافظ على الهيكل بتاع لعبتك وخصوصا اللي زيزو دلوقتي اللعب دولي ولعيب مهم عندك وفيه كلام اللي بنشرقي يمشي او يقعد او تجديد هو على ادارة واخد قرار برحيله حلو انت دلوقتي واخد قرار برحيله هل هيبقى رحيله ورحيل زيزو كمان فاهم اصد ايه وطريق حامد طيب انت عملت كده دلوقتي الزمالك لو بصيت على التصريحات اللي احنا شفناها او على كل الحاجات اللي اتقالت الفترة الاخيرة اسلامي بس زمالك السنة الجاي مفيش لعيبة فاهم اصد ايه كلهم الكلام اللي عليهم دول لعيبة مؤسرة سواء طريق حامد سواء بنشرقي سواء زيزو اللعيبة دي كلها لعيبة مؤسرة ابو جبل فانت بتتكلم بنشرقي يعد او ما يعدش زيزو لو عنده مشكلة طب ما هيمشي طريق حامد لغنى عنه طب وبعدين الزمالك يلعب بمين فالنا يعني اقصده الراجل لي عقد والعقد شريعة المتعاقدين وهو حقه يعني انا اطالع بمنتهى الشفافية بقول ده عقده وانا لو مكانه لا ده حقي وبعدين انا لما باتفق انا ما باتفقش مع اشخاص انا باتفق مع كيان ايا كان بقى طبعا انا بلعب اتعرض علي اعضاء مجلس ادارة ورؤساء مجلس ادارة كتير لكن انت لما بتعمل عقد انت بتعمل عقد مع نادي الزمالك او بتعمل عقد مع النادي الاهلي مين بقى اللي بيجي ومين اللي بيمشي دي مش بتاعت الله